رحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بيكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة التحكم الإلكتروني وهنكمل مع بعض أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة طبعا إحنا عارفين اللي هي أجهزة الـ PLC إحنا طبعا كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أجهزة الـ PLC وعرفنا مكوناتها أو تركيبها يعني وعرفنا أن أجهزة الـ PLC هي أجهزة التحكم مبرمجة يعني إيه الكلام دوت نفتكر مع بعض كده كنا بنقول أن أجهزة الـ PLC هي عبارة عن أجهزة إلكترونية رقمية لها ذاكرة بيمكن برمجتها وتستطيع تخزين الأوامر ومعالجة العمليات الحسابية والمنطقية والتتابعية والتزامنية بغرض التحكم في الآلات والعمليات الصناعية يعني معنى كده أن أجهزة الـ PLC إحنا بنستخدمها أساسا علشان نتحكم في تشغيل الآلات والعمليات الصناعية طيب أجهزة الـ PLC كنا عرفنا التركيب بتاعها عبارة عن إيه؟ وحدات دخل وحدة المعالجة المركزية وحدات إيه؟ الخارج وفي عندي وحدة المشغل وحدة مصدر القدرة وجهاز البرمجة والمداخل طبعا أو وحدات الداخل لزي ما اتفقنا قبل كده أنه كان في منها نوعين في مداخل تماثلية وفي مداخل رقمية والمداخل التماثلية يعني معناها إيه؟ أن المداخل التماثلية بتتغير من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى يعني إشارة الدخل ممكن تزيد وممكن تقل مثل حساس قياس مستوى السائل حيث ينخفض ويرتفع الجهد عند المدخل التماثلي لجهاز الـ PLC حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل طيب بالنسبة بقى للمداخل الرقمية بتتغير بين حالتين ON وOFF يعني يا واحد يا صفر فيش غير كده زي ما احنا عارفين طبعا الإشارة الرقمية بتبقى عبارة عن إيه؟ النبضات لما تكون عند المستوى العالي فوق فنقول عليها إيه؟ بواحد طب لما تكون عند المستوى المنخفض فنقول صفر يعني يا موصل يا فاصل وأبسط مثال لها المفتاح المفتاح الضاغط لما اضغط عليه وصل يبقى كده ON يبقى بواحد فصل يبقى صفر المخارج برضو منها نوعين مخارج تماثلية ومخارج رقمية وعرفنا برضو ان جهاز الـ PLC بيستخدم طبعا ذاكرة والذاكرة ديت بتستخدم طبعا لتخزين الأوامر البرنامج واللي هيقوم بتنفيذه طبعا والذاكرة بتنقسم لثلاث أنواع فيه ذاكرة اسمها ذاكرة مؤقتة اللي هي رام وفيه ذاكرة دائمة اللي هي روم وفيه ذاكرة دائمة قابلة للبرمجة اللي هي EBRوم واتكلمنا برضو على مميزات أجهزة الـ PLC وعارفين طبعا أن أجهزة الـ PLC بتمتاز بمميزات كتير منها صغر الحجم يعني أجهزة الـ PLC حجمها صغير المرونة العالية في إجراء عمليات التحكم سهولة البرمجة اللي بتعتمد على الرسومات البسيطة إمكانية الحصول على عدد كبير من نقاط الدخل والخرج إشارات الخارج يمكن أن تكون خليط من المتممات العادية أو المتممات ذات الدوائر الإلكترونية من المميزات كمان بتاعة أجهزة الـ PLC إجراء الحماية إن محدش يقدر يدخل على البرنامج الأصلي إلا المستخدم الأصلي للبرنامج يعني يبقى فيه باسورد محدش يقدر يدخل على البرنامج إلا مين مصمم البرنامج عشان محدش يلعب في الأوامر بتاعة البرنامج ويبوزه وكمان السهولة في استخدامها وسهولة البرمجة زي ما قلنا وانخفاض التكلفة وصرعة في الأداء لها مميزات كتير عشان كده بنستخدمها على نطاق واسع في إجراء عمليات التحكم في الألات والعمليات الصناعية هنتكلم مع بعض النهار ده بقى بقيت الخطوات المطلوب تحددها عندي استخدام أجهزة البلسي يعني أنا لما أجا استخدم جهاز البلسي المفروض أعمل إيه طبعا فيه خطوات بتتم بالترتيب أول حاجة لازم نحدد إيه البرنامج يعني كيفية عمل النظام يعني لازم أحدد أنا عايز جهاز البلسي ده يتحكم في إيه بالزبط هيشغل إيه علشان أقدر أصمم له البرنامج المناسب طيب طاني حاجة المدخلات والمخرجات اللي هي إشارات الدخل وإشارات الخارج لازم نكون محددينها طبعا طيب بعد كده تصميم الشكل السلامي إيه بقى الشكل السلامي ده يعني معناه أن أنا بصمم البرنامج الخطوات يعني اللي هينفذها جهاز البلسي عن طريق الرسومات فبنسميها لإيه المخطط السلامي أو بعد كده بيتم برمجة جهاز البلسي بالمعلومات اللي هي اسمها بقى عملية التشفير يعني معناه المخطط السلامي اللي إحنا رسمناه ده نحوله الأوامر عشان جهاز البلسي يفهمها ويقدر ينفذها بعد ما برمجت جهاز البلسي الخطوة اللي بعد كده اختبار جهاز البلسي للتأكد من إنه بيقدي الوظيفة المطلوبة اختبره بالبرنامج بتاعه علشان أشوف هو شغال صح ولا في مشكلة آخر خطوة بقى بيتم توصيل جهاز البلسي اللي تم اختباره ده بمنظومة التحكم الآلة يعني أو المكينة اللي هيتحكم في تشغيلها وإجراء اختبار سلامة تشغيل النظام ككل يعني أوصل جهاز البلسي بالآلة ونختبره خلاص ونشوف هيقدي الوظيفة صحة ولا لا والآلة شغالة مظبوط ولا لا عشان لو في مشكلة نقدر إن احنا نحلها ممكن يكون فيه أمر مش مظبوط وعايز يتصلح طيب كده احنا عرفنا الخطوات المطلوب تحديدها عند استخدام جهاز البلسي ولازم الخطوات دي تتم بالترتيب طبعا هو ما ينفعش اختبر جهاز البلسي قبل ما يتم برمجته مش كده ولا ايه تعالوا نبص بقى كده على الشاشة ونعرف الخطوات دي مع بعض أول حاجة زي ما قلنا البرنامج يعني كيفية عمل النظام تاني خطوة المدخلات والمخرجات تالت حاجة تصميم ما يسمى بالشكل السلامي اللي هو خطوة الرابعة برمجة جهاز البلسي بالمعلومات وهو ما يسمى بالتشفير ويكون لكل جهاز شفرة خاصة لبرمجته آه يعني فيه انواع مختلفة من اجهزة البلسي فطبعا الانواع المختلفة دي بيبقى ليها طرق مختلفة للبرمجة خامس خطوة اختبار جهاز البلسي ببرنامجه للتأكد من انه يؤدي وظيفته المحددة آخر خطوة توصيل جهاز البلسي الذي تم اختباره بمنظومة التحكم وإجراء اختبار سلامة تشغيل النظام ككل بعد كده هنتكلم على أساليب العنوانة في أجهزة بلسي لما نيجي نكتب الأوامر بتاعة البرنامج احنا عارفين طبعا ان كل دخل وكل خارج ها وكل موقع في الزاكرة بيكون لها عنوين فلما بنيجي نكتب الأمر فلازم بحدد العنوان فطبعا فيه طرق مختلفة بقى من أساليب العنوانة طريقة الأولانية اسمها العنوانة المطلقة والطريقة الثانية اسمها العنوانة الرمزية العنوانة المطلقة بقى معناها ايه بنقول تتكون من جزئين هما معرف العنوان وموقع الزاكرة معرف العنوان وموقع الزاكرة يعني الأمر بيتكون من جزئين الجزء اللي على اليسار اسمه معرف العنوان والجزء الثاني اللي عليمين اسمه موقع الزاكرة معناهم ايه عندي معرف العنوان بيعبر عن الوظيفة والوحدة المراد التعامل معها مثل حرف الاي يعني بيعبر عن الدخل يعني لو أنا كتبت حرف الاي في البرنامج يعني معناها بقوله إن اي ده هو الدخل طب الدخل دوت العنوان بتاعه هيبقى إيه لازم أنا بحدده بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي طيب حرف الكيو بيعبر عن الخارج طب حرف الام بيعبر عن الزاكرة حرف الT بيعبر عن المؤقت أو التايمر حرف الC بيعبر عن العداد هنعارفين طبعا إن جهاز الBLC فيه مؤقتات تايمر عشان يحسب الزمن وفيه عداد علشان يعد النبضات كمان فهنا لما كون عايز أدي له أمر ينفزه بعد وقت معين فلازم أحدد إيه التايمر وحدد الفترة الزمنية اللي هيحسبها وبعد كده ينفز الأمر فحرف الT لما نكتبه في الأوامر يبقى معناه إيه؟ معناه أنه بيعبر عن المؤقت طيب وحرف الS بيعبر عن العداد والعدادات طبعا بتعد النبضات إما تصعوديا أو تنازليا طب كده عرفنا معرف العنوان نيجي بقى نشوف موقع الزاكرة موقع الزاكرة بيحدد عنوان البيت وعنوان البيت المراد التعامل معه يعني إيه؟ زي ما احنا شايفين كده في المثال اللي قدامي ده الخارج كيو 4.0 معناه إيه؟ معناه الخارج دوت اللي عنوانه هيتسجل فين في الزاكرة البت رقم صفر من البيت رقم أربعة احنا عارفين طبعا أن الزاكرة بتبقى متقسمة كأنها زي الجدول صفوف وأعمدة كل خانة منها بيتسجل فيها إيه؟ رقم صناء يا صفر يا واحد كل صف هنسميه بيت كل صف هنسميه إيه؟ بيت وكل صف ليه عنوان يعني الصف الأولاني فوق يبقى عنوانه صفر اللي بعده عنوانه واحد اللي تحتيه عنوانه اثنين تلاتة اربعة خمسة لحد آخر الزاكرة طيب كل صف هيبقى فيه مجموعة من الخانات تمن خانات مثلا الخانة الأولانية عنوانها إيه؟ صفر التانية عنوانها واحد اللي بعدها عنوانها اثنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا يبقى كل خانة دلوقتي هيبقى لها عنوان اللي هو عنوان البيت وعنوان البيت الرقم اللي علي مين ده بيمثل عنوان البيت اللي هو البيت أدرس والرقم اللي علي صار ده ده بيمثل مين البيت أدرس يعني عنوان البيت فهنا في المثال دوت بنقول معنى إيه الخرج اللي عنوانه البيت رقم صفر من البيت رقم 4 يبقى شرط الخارجي ده ايه هتكون متسجلة فين في الزاكرة زي ما قلنا عنوانها فين البيت رقم 0 والبيت رقم ايه 4 طيب انواع العنوانة المطلقة عندي اول نوع اسمها العنوانة الفورية زي الامر الموجب 27 يعني ايه يعني معناه هنا انا ما بحددش العنوان ما بحددش العنوان ده هنا انا بديله القيمة مباشرة يعني بقوله هنا الل يعني load اكسيمولاتور يعني حمل المرقم بالقيمة 27 هل هنا انا قلت له موقع في الزاكرة قلت له عنوان ده طال لا فعلشان كده بنسميها العنوانة الفورية النوع التاني بقى اسمها العنوانة المباشرة يعني الامر لما يجي يتكتب يتكتب ازاي العملية بتتكتب على اليسار يعني حرف الا معناها اجراء عملية اند طيب حرف الاي معناه الدخل 0.0 ده العنوان يعني عنوان الدخل اللي هيجري عليه عملية اند ده ها الاشارة ده هات متسجلة فين في الزاكرة البت رقم صفر من البت رقم صفر يبقى معناه اجراء عملية اند على المدخل اي 0.0 دي اسمها عنوانة مباشرة طب في نوع تاني من العنوانة اسمها العنوانة الغير مباشرة زي الامر اي اي ام دي سري معناها ايه ما هي ايه زي اللي لسه قيلينه الامر اللي فات في المثال اللي فات على طول ايه يعني اند اجراء عملية اند والاي يعني الدخل اه يعني انت هتجري عملية اند على المدخل انهي مدخل بقى اللي العنوان بتاعه فين احنا مش محددينه ده بنقول له بقى موجود فين موجود في موقع الزاكرة عنوانه موجود في موقع الزاكرة ام دي سري يعني العنوان بتاعه كمان مش محدد مش ثابت فبنقول لي يعني معناها الامر ده اجراء عملية اند على المدخل الموجود عنوانه بموقع الزاكرة ام دي سري النوع التاني بقى من العنوانة اسمها العنوانة الرمزية لو خدنا بالنا ان في العنوانة المطلقة كان الامر بيتكتب عبارة عن رموز زي ما احنا شفنا مثلا زي الامر اللي احنا قلنا AI 0.0 اشارة خارج Q 4.0 فهنلاقي ان البرنامج كله مكتوب عبارة عن ايه عبارة عن رموز وارقام فبالتالي عملية فحص البرنامج بعد كده تبقى صعبة يعني اي حد يجي يبص على البرنامج وخاصة لو كان كبير يتوه فيه ممكن ما يبقاش عارف الامر ده كان مطلوب منه ايه او هينفز ايه علشان كده تبقى العملية دي صعبة فيه طريقة تانية بقى لاجراء عملية العنوانة اسمها العنوانة الرمزية ودي بتكون طريقة اسهل بانه يتم اعطاء المداخل والمخارج ومواقع الزاكرة رموز واسماء يمكن قراءتها وبتعبر عن الوظيفة المطلوبة مثل اعطاء الخارج Q4.0 الاسمه motor on يعني معنى ايه معنى ان الخارج ده اللي هو Q4.0 اشارة الخارج دي انا كنت هستخدمها في ايه انا كنت هستخدمها عشان اوصلها لمطور واقدر اتحكم في تشغيله ممكن انا بقى في البرنامج بدل مكتب Q4.0 اديها اسم اللي هو ايه motor on فاي حد هيجي يقراها بعد كده في البرنامج ده هيفهم ان الامر ده مكتوب ايه motor on يعني ايه اي حد هيقدر يترجمها يعني تشغيل المطور يبقى الامر دوت الغرض منه ايه تشغيل المطور لكن علشان جهاز البل سي بقى يفهمها مهانا لما اكتب له motor on هو هيفهم انه هشغل مطور لا طبعا علشان كده بيجب بقى تعريف تلك الرموز في برنامج محرر الرموز علشان يستطيع المبرمج استخدامها مباشرة يعني معناها ان انا بترجمها للجهاز اكتب له ايه ان Q4.0 بتساوي motor on يعني انا لما اكتب لك في البرنامج motor on ها جهاز البل سي افهم على طول ان انا قصد مين الخارجي Q4.0 فالطريقة دي اسمها العنوانة الرمزية تعالوا نشوفها كده على الشاشة مع بعد يبقى يقول بتستخدم هذه الطريقة لجعل عملية فحص البرنامج اسهل حيث يتم اعطاء المداخل والمخارج ومواقع الزاكرة رموز واسماء يمكن قراءتها وتشير الى الوظيفة مثل اعطاء الخارج Q4.0 الاسم motor on ويجب تعريف هذه العنوان الرمزية في برنامج خاص يسمى محرر الرموز وحفظها حتى يستطيع المبرمج التعامل معها مباشرة برمجة اجهزة الـ PLC عايزين نتكلم بقى على كيفية البرمجة يعني انا هبرمج جهاز الـ PLC ازاي بنقول بيعتبر المتحكم المنطقي المبرمج اللي هو جهاز الـ PLC عبارة عن مجموعة من المفاتيح سنائية الوضع يمكن ربطها مع بعضها بواسطة برنامج لأداء وظائف منطقية معينة يعني الاوامر اللي انا هكتبها في البرنامج هي جهاز الـ PLC هينفزها عشان يوصل لي اشارات الخارج بناء على اوامر البرنامج طيب اشارات الدخل المعبرة عن حالة الحساسات بيعبر عنها بالتلامسات او المفاتيح اما ان تكون مفتوحة او مغلق يعني زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامنا ده انا عندي هنا الرمز ده اللي على اليسار ده مفتاح مغلق الرمز اللي جنبه مفتاح كهربي ها او تلامس مفتوح طيب دي بتعبر عن ايه عن اشارات الدخل ممكن تتعمل بطريقة تانية زي الشكل اللي تحتيها كده الرمز ده عبارة عن ايه تلامس مفتوح يعني كأنه مفتاح مفتوح فاصل يعني اللي هو ان او او نورمال اوبن اللي على اليسار ده تلامس مغلق ان سي نورمال كلوز يعني معناه مفتاح ايه مغلق يعني موصل اشارات الدخل بقى بنعبر عنها بالتلامسات او المفاتيح اما مفتوحة او مغلقة طيب اشارات الخارج متنوعة وزي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي على اليمين ده ممكن تبقى عبارة عن ايه زي الصناديق ويتكتب فيها الوظيفة او العملية المطلوبة وممكن تبقى عبارة عن ايه زي الاقواس اللي هي زي الشكل ده وبتعبر عن المتممات اللي هو زي الرلي مثلا او المتمم الكهراج طيب كده عرفنا الاشكال بتاعت الدخل والايه والخارج اشارات الخارج متنوعة يمكن استخدامها كاشارة دخل لمرحلة تالية ويرمز لاشارة الخارج اما بالملفات التي تمثل المراحلات او المتممات يعني او الرلي او الصناديق التي تمثل العديد من الوظائف مثل العددات المؤقتات العمليات الحسابية طيب كده عرفنا ازاي بينمثل اشارات الدخل واشارات الخارج تعالوا نشوف بقى الوظائف المنطقية زي and or وx or ازاي بيتم تمثيلها بالرموز طيب عندي اول حاجة تمثيل وظيفة و المنطقية اللي هي and احنا عارفين طبعا بوابة and بيكون لها مدخلين او اكتر وبنعبر عنها بالمفاتيح او التلامسات اللي بتعبر عن اشارات ايه الدخل و موصلة على التوالي يبقى بوابة and او وظيفة and المنطقية يتم تمثيلها ازاي عن طريق المفاتيح او التلامسات اللي بتمثل اشارات الدخل على التوالي ووظيفة and برضو علشان نبقى فاهمين بوابة and ديت او وظيفة and عشان يكون فيه خارج لازم اشارات الدخل اللي اتنين يكونوا بواحد يعني يكون فيه دخل هنا الدخل الاولاني بواحد والدخل التاني بايه بواحد يعني كأنهم مفتاحين مثلا والمفتاحين دول متوصلين على التوالي المفتاحين دول لو انا موصل الاولاني لكن التاني فاصل فيه اشارة هتوصل للخارج طبعا لا لكن لما يكون اللي اتنين موصلين اه الاشارة هتوصل علشان كده وظيفة AND بيكون الخارج بتاعها واحد إمتى؟ لما يكون جميع المداخل بتاعتها بواحد وبيتم تمثيلها زي ما قلنا على التوالي تمثيل وظيفة أو المنطقية اللي هي OR هنا بقى بيتم تمثيل بوابة OR بالمفاتيح أو التلامسات اللي بتمثل إشارات الدخل على التوازي يعني التلامسين أو المفتاحين دول بيعبروا عن مين؟ المدخلين إشارات الدخل يعني متوصلين على التوازي نحن عارفين إن بوابة OR خارجها يبقى بواحد إمتى؟ لما يكون أحد المداخل أو كلها بواحد يعني إيه؟ يعني لو المدخل الأولاني ده بواحد وهذا مفتاح لو موصل فبالتالي الطيار أو الإشارة هتمشي كده وتوصل للخارج معي إن التاني كان فاصل طب العكس لو اللي تحت هو اللي موصل واللي فوق فاصل الإشارة تمشي كده من تحت هو وتوصل برضو للخارج اللي اتنين موصلين الإشارة توصل للخارج لكن بقى لو اللي اتنين فاصلين يبقى ما فيش خارج يبقى التوازي أو توصيلة التوازي هي اللي بتعبر عن وظيفة مين؟ بوابة OR وظيفة لا المنطقية اللي هي NOT بنسميها ايه بقى؟ وظيفة النفية أو عكس الأداء يعني معناها إنها بتعكس الإشارة يعني لو الإشارة هي لها مدخل واحد ومخرج واحد فأشارة الدخل لو بواحد تخرج بصفر ولو دخلها صفر تخرج واحد فهي بتعكس الإشارة بيتم تمثيلها ازاي هنا بقى؟ عشان لما نيجي نعمل برنامج طبعا هنستخدم الرموز دي بيتم تمثيلها بتلامس مغلق آه مفتاح مغلق الوظائف المركبة آه الوظائف المنطقية المركبة يعني ايه؟ يعني في بوابات مركبة زي وظيفة NAND اللي هي نوت AND أو عكس AND يعني وNOR اللي هي نوت OR أو عكس OR وXOR اللي هي بوابة OR المنطقة البوابة أو خلاص اللي هي المنفردة اللي احنا بنقول عليها البوابة دي آه بنسميها بوابة عدم التكافؤ هنعرف دلوقتي فكرتها وإحنا بنقول علشان نمثل أي وظيفة من دول فهي بتتكون من وظيفتين أو أكتر من البوابات أو الوظائف الأساسية يعني هنا NAND NAND دي يعني ايه؟ يعني NOT AND يعني معناها ايه؟ معناها أن أنا هستخدم وظيفة AND ها ووظيفة NOT اللي هي العكس يبقى الوظائف المركبة دي بيستلزم لأداءها أكثر من وظيفة منطقية أساسية نشوف بقى المثال ده تمثيل وظيفة نفي و المنطقية اللي هي NAND بتتكون من ايه؟ AND وNOT زي ما احنا قلنا فيبقى عندي هنا AND بيتم تمثيلها بتلامسين موصلين على التوالي أو مفتاحين على التوالي طيب وبعد كده يتوصل بقى معهم كمان مين؟ بوابة ايه؟ العاكس أو النفي اللي هي NOT اللي هي عبارة عن مفتاح مغلق زي ما احنا شايفين بالنسبة بقى لوظيفة نفي أو اللي هي NOR بتتكون برضو من وظيفة OR و وظيفة NOT يبقى ادي المدخلين أو التلامسين متوصلين على التوازي فكده بتعبر عن مين؟ OR وبعدين يتوصل معهم عاكس اللي هو مفتاح مغلق فتبقى على بعضها اسمها ايه؟ NOT OR أو عاكس OR نيجي نشوف بوابة X OR اللي هي بوابة أو المنفردة البوابة دية طبعا الخرج بتاعها بيكون بواحد امتى؟ لما يكون المدخلين مختلفين عاكس بعض واحد وصفر أو صفر وواحد علشان كده بيتم تمثيلها بايه؟ ايه دي تلامسين؟ واحد مفتوح والتاني مغلق متوصلين على التوازي مع مفتاحين واحد مغلق والتاني ايه؟ مفتوح يعني عاكس بعض يبقى ام واحد وصفر أو صفر وواحد ده معناها يعني عشان يبقى ليها خرج بواحد يكون المدخلين عاكس بعض هنيجي نتكلم على المؤكتات احنا لسه قالين من شوية ان من مكونات جهاز بي ال سي التايمر او المؤكت لان احنا عارفين ان انا ممكن اكون عايز اصمم برنامج لجهاز بي ال سي علشان يشغل مكينة معينة او مثلا محركات معينة مواتير يعني عشان تشغل الالة او المكينة بس بتتابع زمني يعني مثلا ممكن يكون عندي اه محركين او تلاتة ممكن اكون انا عايز في البرنامج اقول له لما نديك اشارة البدء يعني نضغط على مفتاح التشغيل فانت تعمل ايه هتشغل المحرك الاولاني وبعد عشر ثواني شغل المحرك التاني فهنا طبعا انا ديته زمن وبعد الزمن دوت هينفز الامر اللي بعده علشان كده لازم جهاز ال بي ال سي بيكون فيه تايمر مؤكت يعني عشان يحسب الفترة الزمنية وبعد كده ينفز الامر اللي انا ادي طوله في البرنامج انا عندي بقى طبعا المؤكتات انواع مختلفة وهنعرف طبعا طريقة عمل كل واحد منهم دلوقتي لما اجا عرف المؤكت بقول المؤكتات هي ايه هي من اهم الدوال المتقدمة او من ضمن الامكانيات المتقدمة لجهاز ال بي ال سي فهي تستخدم لحساب الفارق الزمني فترة الزمنية يعني مثلا لاضاءة اشارات المرور كنا اخدنا مثال على اشارات المرور في الباب الاول وكانت داير التحكم باستخدام المايكرو بروسسور او المعالج الضقيق ممكن نستخدم جهاز بي ال سي برضو علشان يتحكم في تشغيل اللمبات بتاعة اشارات المرور بتتابع زمني فيبقى معنى كده ان كل امر هياخده هينفزه بعد وقت ايه وقت معين اللي انا ههدده فيه البرنامج طيب احنا كده عرفنا معنى المؤقت او الطايمر يبقى هو من اهم الدوال المتقدمة ضمن امكانيات اجهزة ال بي ال سي ويستخدم لحساب الفارق الزمني مثلا لاضاءة الاشارات المرورية المؤقتات لما اجي احمل قيمة التوقيت في البرنامج هنحددها ازاي اصل المؤقت دوت اللي في جهاز ال بي ال سي مؤقت رقمي يعني ما هواش مثلا ليه مفتاح تشغيل وانا هزبطه على قيمة معينة واسيب ولا ده انا هكتب امر ومن خلال الامر دوت هو اللي هيحدد الوقت اللي هيحسبه تعالوا نبص مع بعدي كده على الشاشة علشان نعرف الكلام ده يبقى احنا قلنا المؤقت هو من اهم الدوال المتقدمة ضمن امكانيات اجهزة بي ال سي وهي تستخدم مثلا لحساب الفارق الزمني لاضاءة الاشارات المرورية ويتم حجز كلمة ذاكرة لكل مؤقت في ذاكرة ال بي ال سي اه يعني ايه كلمة ذاكرة كنا خدناها برضو في الباب الاول الكلمة معناها ايه معناها ستاشر بيت اه ستاشر بيت يعني ستاشر خانة يبقى كل مؤقت هيبقى ليه كلمة ذاكرة يعني ستاشر خانة هيتسجل فيهم كيمة التوقيت ازاي بقى بيقول لي كيفية تشفير كيمة التوقيت البت من رقم صفر ال 11 يعني معناهم ال 12 خانة الاولانيين 12 خانة اما الخانة الاولى رقمها صفر عنوانها يعني صفر وبعدين 1-2-3-11 فيبقوا كلهم كام عددهم 12 طيب يبقى البت من صفر ال 11 من كلمة الزاكرة الخاصة بالمؤقت تستخدم لحفظ قيمة التوقيت في صورة شفرة سنائية اه يعني بتتسجل طبعا زي ما احنا عارفين في الزاكرة في صورة ارقام سنائية اللي هي صفر وحيد تمثل عدد الوحدات وعندما يتم تحديس المؤقت يتم انقاص قيمة التوقيت بمقدار واحد خلال مدة زمنية يتم تحددها من خلال قاعدة التوقيت يعني ايه يعني معنى لو انا سجلت في البرنامج القيمة مثلا وليكن عشرة طيب العشرة ديت هتبقى عشر ايه عشر وحدات اتسجلت في الزاكرة هي عشر وحدات طب العشر وحدات دول يطلعوا قد ايه عشر ثواني والعشر دقايق والعشر ملي ثانية فهنا بقى بنقول ايه انه لما بيتم تحديس المؤقت يعني لما يبدأ يشتغل بيتم انقاص قيمة التوقيت بمقدار ايه واحد يعد تنزولي احنا قلنا مثلا كان عشرة فيعد بايه تسعة تمانية سبع ستة وهكذا طيب ما بين كل عدة والتانية ياخد فترة قد ايه لو هياخد فترة ثانية يبقى العشر وحدات دول عشر ثواني طيب لو هياخد فترة دقيقة بين كل عدة والتانية يبقى العشرة دول عشر ايه عشر دقايق مين بقى اللي يحدد لي هنا الفترة ما بين كل عدة والتانية ديت اسمها قاعدة التوقيت قاعدة ايه التوقيت وقاعدة التوقيت ديت اه بتكون عبارة عن البت رقم اتناشر وثلاثتاشر من كلمة الزاكرة ودي بتحدد قاعدة التوقيت في صورة شفرة سنائية برضو يعني ممكن تبقى صفر وصفر الخانتين دول او ممكن تبقى صفر وواحد او واحد وصفر او واحد وواحد تعالوا نشوف كده على الشاشة ونعرف ازاي بيتم تحديد قاعدة التوقيت ايه ايه دي كلمة الايه الزاكرة الخاصة بالمؤكد زي ما احنا شايفين كده من البت رقم صفر الى حداشر ها دول بيستخدموا لايه لتخزين مين بقى قيمة التوقيت في صورة شفرة سنائية زي ما احنا شايفين ادي وحيد وصفر ايه شفرة سنائية بتمثل عدد الوحدات طيب عدد الوحدات دي هم كام يعبروا عن كام ثانية من اللي هيحدد قاعدة التوقيت اللي هم البيت رقم كام وكام ها اتناشر وطلتاشر الخنتين اللي انا بشاور عليهم دول مكتوب هنا فيهم ايه صفر وايه واحد طب بيعبروا عن ايه بقى تعالوا نشوف كده قاعدة الايه التوقيت البيت رقم اتناشر وطلتاشر من كلمة الزاكرة الخاصة بالمؤكد تستخدم لحفظ قاعدة التوقيت في صورة شفرة سنائية بالشكل ده لو كانوا الخنتين مكتوب فيهم صفر وصفر يبقى قاعدة التوقيت عشرة ملي ثانية يعني بين كل عدة والتانية هياخد عشرة ملي ثانية لو كانت واحد وصفر تبقى ميت ملي ثانية لو كانت صفر وواحد يبقى واحد ثانية بين كل عدة والتانية واحد ايه ثانية لو كانت واحد واحد الخنتين يعني متسجل فيهم القيمة واحد وايه واحد يبقى معناها عشرة ثانية قعدة التوقيت تبقى عشرة ثانية ازاي بيتم تحميل قيمة التوقيت بتكتب بالصيغة دي S5T وبعدين علامة الشباك وبعدين A H B B M وبعدين C C S D D D الصيغة دي بقى بتعبر عن ايه حرف H هور معناها الساعة ال i يعني العدد اللي انا هكتبه لو كتبت واحد H يبقى معناها واحد ساعة اتنين H يبقى اتنين ساعة طيب ال M يعني منت اللي هي الدقيقة حرف ال B دوت بقى لو كتبت مثلا عشرين M يبقى عشرين دقيقة حرف ال S يعني second اللي هي الثانية لو كتبت هنا خمسين مثلا S تبقى خمسين ثانية اتنين S تبقى اتنين ثانية حرف الدي ملي ثانية لو كتبت مثلا عشرين دي تبقى عشرين ايه ملي ثانية وناخد بالنا من ملحوظة مهمة يتم تحديد قاعدة التوقيت أوتوماتيكيا يعني أنا مجرد أن أنا بكتب الأمر وحدد قيمة التوقيت بس قاعدة التوقيت بتتحدد أوتوماتيكيا مش أنا اللي بكتبها طيب نيجي نشوف أنواع المؤكتات بقى عندي أول نوع من المؤكتات اللي هو المؤكت النبدي أو البالس تايمر الرمز بتاعه زي ما احنا شايفين ليه أطراف دخل على اليسار وخرجة على اليمين الاس دوت طرف بدء التشغيل ست والطرف اللي تحت ار اللي هو الري ست ده للاقاف التي في اللي هي قيمة التوقيت الناحية التانية بقى على اليسار الكيون اللي هو مين اللي هو الخارج طيب فوق كان مكتوب تي نمبر يعني رقم العداد رقم المؤكت واس بالس ده النوع بتاع المؤكت نفسه ما احنا قلنا ان فيه انواع مختلفة وهنعرفها دلوقتي فبقى ده المؤكت اللي ايه النبدي خلاص؟ طيب المثال بقى اللي هنشرح عليه طريقة العمل عندي هنا الاس اللي هو المدخل الاولاني اي زيرو بوينت زيرو المدخل التاني بتاع الاقاف اللي هو الري ست اي زيرو بوينت واحد طيب المدخلين دول عبارة عن ايه الاشارات بتتوصل ممكن عن طريق مفاتيح يعني اوصل مفتاح للدخل الاولاني ها ومفتاح عند الدخل الايه التاني طيب المفتاح الاولاني لو دست عليه وشغلت فالمؤكت هيشتغل عشان يحسب المدة الزمانية طيب المفتاح التاني اللي متوصل على المدخل التاني اللي هو الار لو دست عليه فده اللي الاقاف اللي هو الري ست فيوقف المؤكت اشارة الخارج عن طريق المخرج كيو اربعة بوينت زيرو طيب تعالوا بقى نشوف كده طريقة العمل اول خطوة بنقول اذا تغيرت اشارة البداية اللي هو عالطرف اس او اي زيرو زيرو من صفر الى واحد فان المؤكت يبدأ لاكمال المدة المكررة وهي اتنين ثانية بشارة ان يستمر الدخل اي زيرو زيرو على الحالة واحد يعني اشارة الدخل دلوقتي لو تغيرت من صفر الى واحد يعني كاننا ضغطنا على المفتاح موصل بتاع الدخل فالمؤكت هيبدأ لاكمال المدة وهي اتنين ثانية بشرط ان يستمر الدخل على الحالة ايه واحد يعني نفضل ضغطين على المفتاح اللي هو بتاع التشغيل الخطوة التانية اذا كان المؤكت يعمل وتحول الطرف اس اللي هو اي زيرو زيرو من واحد الى صفر يعني معناها فصلنا مفتاح الدخل اللي هو كان متوسل على الطرف اس المؤكت يتوقف على طول عن العمل طيب لو تحول الطرف ار اللي هو اي زيرو واحد من صفر الى واحد برضو يتوقف الايه المؤكت لان الطرف ار ده اللي هو بتاع الايقاف طالما المؤكت يعمل فان المخرج كيو اربعة بوينت زيرو يكون على الوضع واحد بشرط وجود نبضة التزامن يعني طالما المؤكت بيعمل وبيحسب المدة الزمنية يبقى الخارجي هنا هيبقى بواحد تعالوا نشوف فقا مخطط التوقيت عشان يبين لي طريقة عمل المؤكت الايه النبضي عندي هنا الطرف اس اللي هو اي زيرو زيرو وصلنا عليه نبضة بواحدة ايه المدة الزمنية اللي هيحسبها اللي هي اتنين ثانية اللي هي تي هيجي الطرف ار اي زيرو واحد الاشارة اللي عليه بصفر يعني احنا ما وصلناش عليه داخل فالمؤكت دلوقتي هيبقى شغال لان الطرف اس بواحد عليه نبضة بواحد اوه طيب حالة المؤكت هنلاقي ان المؤكت ايه هيشتغل ويحسب المدة اللي حد اللي اتنين ثانية اول الفترة ما تخلص هيروح فاصل لان احنا كنا قايلين له في الامر انه هيحسب قدية اتنين ثانية رغم ان اشارة الداخل لسه بواحد الفترة خلصت اللي هما اللي اتنين ثانية فاصل طيب اشارة الخارج Q4.0 هنلاقيها بايه زي اشارة اللي هي حالة المؤكت بالزبط طالما المؤكت يعمل يبقى شرط الخارج تبقى بواحد الخارج المتمم اللي هو Q' 4.0 عكس الخارج الاصلي يعني هنا ديت كانت بواحد يبقى المخرج المتمم يبقى عكسه ويبقى هنا ايه صفر طيب تعالوا نشوف اشارة تانية او نبضة تانية ها اشارة الداخل هيت على الطرف S بقت بواحد ولكن ما كملتش الفترة الزمنية اللي هي اللي اتنين ثانية ده قبل اللي اتنين ثانية ما تخلص يعني مثلا بعد ثانية واحدة او ثانية ونص رحت اشارة الداخل فصلت بقت صفر ايه اللي هيحصل الطرف R مازال بصفر مش موصلين عليه حاجة حالة المؤكت هنا هيشتغل اهو وبعد ما اشارت الداخل اتغيرت وبقت صفر يروح فاصل على طول هو كمية مش هيكمل الاتنين ثانية ليه لانا قلنا اشارة الخارج هنا تبقى بواحد امتى ها بشرط ان اشارة الداخل تكون بايه بواحد لكن لو اشارة الداخل اتغيرت لو كان المؤكت يعمل وتغيرت اشارة الداخل على الطرف S اللي هو I00 من واحد الى صفر فان المؤكت يتوقف طيب حالة المؤكت هتبقى زيها بالزبط المخرج المتمم اللي هو Q4 Q- 4.0 هيبقى عكسها على طول طيب كده عرفنا طريقة العمل هي لو وصلنا نبضة كمان بقى عشان يبين لي الطرف R وظيفته ايه هنا ما احنا قلنا ان هو للايقاف طيب الطرف S هنا بواحد الطرف R لسه بصفر فالمؤكت طبعا هيجي في الفترة ديت ويبدأ يشتغل اهو كده ولكن هيجي عند الطرف R قبل الفترة ما تخلص اللي هما اللي اتنين ثانية رح تجات نبضة على الطرف R يعني احنا ضغطنا على المفتاح اللي متوصل بالطرف R اللي هو الريست بتاع الايقاف هيعمل ايه المؤكت يا توقف مش هيكمل اللي اتنين ثانية طيب اشارة الخارج هتبقى زيها بالزبط برضو مش هيكمل اللي اتنين ثانية وهيتوقف الخارج المتمم اللي هو Q4 Qd4 4.0 هيبقى ايه عكسها على طرف كده عرفنا طريقة العمل بتاعة المؤكت الايه النبدي في نوع تاني من المؤكتات اللي هو المؤكت ذو النبدة الممتدة المؤكت ذو النبدة الايه الممتدة تعالوا نشوف مع بعد كده المؤكت ده اه فكرة عمله ايه هو طبعا المثال اللي احنا هنشرح عليه طريقة العمل نفس المثال اللي فات عندي الرمز بتاع المؤكت برضو زيه اهوت اشارات الدخل على اليسار الاس والار ست و ريسيت والتي في اللي هو قيمة التوقيت اشارة الخارج اللي هي كيو تي نمبر اللي هو رقم العداد ايه رقم المؤكت الاس بي اي اكس تي اللي هو اكستنتد بالس تايمر يعني المؤكت ذو النبدة الممتدة اه ده نوع البقى المؤكت فهنا طريقة عمله هتختلف نشوف المثال الاس هيبقى الدخل اي زيرو زيرو الطرف ار اللي هو اي زيرو واحد تي في اللي هو قيمة التوقيت ناخد بالنا الامر مكتوب ازاي اس فايف تي شباك اتنين اس يبقى معناه حمل قيمة التوقيت ده هاي اللي هي كام اتنين اس بالنسبة للمؤكت اللي هو تي خمس يبقى معناه انه هيحسب الفترة اللي هي اتنين ثانية اشارة الخارج فنقول ايه اذا تغيرت اشارة البداية على الطرف اس اللي هو اي زيرو زيرو من صفر الى واحد يعني احنا ضغطنا على المفتاح بتاع التشغيل اللي متوصل على الطرف اس فان المؤكت يبدأ لاكمال المدة المكررة وهي اتنين ثانية طيب ما فيش اختلافة هو لكن بقى الخطوة التانية بدون التأثر بتغير الدخل اي زيرو زيرو من واحد الى صفر يعني معناه لو احنا ضغطنا على المفتاح بتاع التشغيل خلاص والنبدة دلوقتي ايه قد متوصلة على الطرف اس المؤكت اشتغل لو انا شلت ايدي من على المفتاح بشارة الدخل هتفصل المؤكت هنا هيفصل لا هيفضل مكمل برضو اللي اتنين ثانية بتوع عشان بنقول بدون التأثر بتغير الدخل من واحد الى صفر ولكن اذا كان المؤكت يعمل وتحول الطرف اس اللي هو اي زيرو زيرو من صفر الى واحد اه ده هو كان شغال اصلا وبعدين النبدة فصلت ورجعت تاني بقت بواحد طب ما هو اصلا كان شغال ايه لا هيحصل يقوم المؤكت بحساب التوقيت من البداية يحسب من جديد اما الدخل الطرف ار اللي هو اي زيرو واحد يستخدم لإيقاف المؤكت لو توصل عليه نبدة بواحد المؤكت يتوقف طالما المؤكت يعمل فان المخرج كيو اربعة بينت زيرو يكون على الوضع واحد مخطط التوقيت بقى للمؤكت ذو النبدة الممتدة تعالوا نشوف كده النبضات علشان نعرف طريقة العمل بتاعته الطرف اس اللي هو اي زيرو زيرو لو توصل عليه نبدة بواحد الفترة الزمنية اللي هي تي اللي هي الاتنين ثانية الطرف ار اي زيرو واحد النبدة اللي عليه بصفر كده المؤكت هيعمل هيشتغل اهو يبقى حالة المؤكت اللي هي تي هيشتغل عشان يحسب المدة بتاعته اللي هي قد ايه الاتنين ثانية طيب اشارة الخارج كيو 4.0 هتبقى زيها بالزبط زي حالة المؤكت طالما المؤكت يعمل يبقى الخارج بايه بواحد طيب الخارج المتمم كيو داش 4.0 عكسها على طول طيب نجي نشوف النبدة التانية اشارة الدخل عالطرف بواحد بس ماكملتش الفترة اللي اثنين ثانية وفصلت في المؤكت النبدة كان المؤكت يفصل ومايكملش لكن هنا المؤكت ظن نبدة الممتدة لا مش هيفصل وهيكمل المدة بتاعته اهو نشوف حالة المؤكت هيكمل المدة بتاعته عشان احنا قلنا ايه بدون التأثر بتغير اشارة الدخل عالطرف من واحد الى صفر فهيفضل المؤكت تشغل برضو عشان يكمل الاتنين ثانية اشارة الخارج زيها بالزبط طبعا زي حالة المؤكت هتقع بواحد الخارج المتم معكسها نيجي نشوف بقى نبدة كمان عشان توضح لي الخطوة اللي بعدها هنا اشارة الدخل كان بواحد وبعدين اتغيرت بقية صفر ايه اللي هيحصل الطرف الر النبدة اللي عليه بصفر فيش مشكلة المؤكت هيشتغل مش هيتأثر طبعا بتغير اشارة الدخل من واحد لصفر هيفضل شغال اشارة الدخل عالطرف اس اتغيرت مرة كمان وبقت بواحد اللي يحصل المؤكت يفضل شغال يحسب من جديد اهو فنلاقي النبدة بتاعته ايه بتمتد فتبقى اطول من الفترة الزمنية عشان كده بنقول زي النبدة الممتد اشارة الدخل اتغيرت والنبدة اللي عليه بصفر فالمؤكت برضو هيفضل شغال والنبدة تمتد بيحسب من جديد اهو لو جينا بقى هنا ها عالطرف ايه اس وجت نبدة بواحد اهو وبعدين جت عالطرف ار نبدة ايه اللي هيحصل المؤكت كان شغال صح فجت نبدة عالطرف ار فتخليه يفصل عشان احنا قلنا الطرف ار اشارة الخارج اللي هي Q4.0 هتبقى زي حالة المؤكت بالزبط شايفين النبدة ممتدة ازاي طيب اشارة الخارج المتمم اللي هو Q-4.0 هتبقى عكسها على طول فتبقى ايه بصفر تبقى عكس الخارج الاساسي اللي هو Q4.0 كده احنا عرفنا طريقة العمل بتاعة المؤكت زي النبدة الممتدة ولسه فيه انواع اخرى من المؤكتات لسه هناخدها طبعا مع بعد وبتختلف طريقة العمل بتختلف طريقة العمل من مؤكت للتاني اللي احنا اخدنا النهاردة يمكن النقطة الاساسية اللي فيه ان احنا قلنا المؤكت النبدي طبعا المؤكت دوت كان هو بيحسب الفترة الزمنية فاشارة الخارج بواحد طيب المؤكت زي النبدة الممتدة زيه وهو بيحسب الفترة الزمنية الخارج بواحد فيه نوع تاني بقى من المؤكت بنسمي المؤكت زو التوصيل المتأخر زو التوصيل المتأخر بقى يعني هيحسب الفترة الزمنية وبعد ما تخلص هو يوصل اشارة الخارج متأخرة عشان كده بنسمي زو التوصيل المتأخر وفيه نوع تاني اللي هو المؤكت زو التوصيل المتأخر السابت وفي نوع كمان اسمه المؤكد ذو الفصل المتأخر هناخدهم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية النهاردة كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة يارب تكونوا استفدتم معنا واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته